السلام عليكم أصدقائي يعطيكم ألف عافية كيف حالكم و اخباركم ان شاء الله مبسوطين فكرة اني مغير مكان التصوير انه ما غير مكان التصوير بس غير تزاوية تبعث التصوير بحاول اكون مرتاح بالتصوير واليوم ان شاء الله الفيديو ستكون عن جهاز مخصص للألعاب حكينا عن ريزر فون 2 و شفتوا هذا الجهاز كيف انه فعلا شركة ريزر هي متخصص للألعاب أجهزة الألعاب كثرت وصارت تخصص الأجهزة القوية كلها ممكن تشغل الألعاب ولكن الشركات صاروا يحبوا او حبوا شغلة انه ينخصص جهاز للألعاب فلذلك لدينا شركة شاومي عملت جهاز للألعاب اللي هو بلاك شارك تذكروا وهذه النسخة الجديدة منه بلاك شارك 2 أو هيلو هيلو اسمه بس هو فعليا بلاك شارك 2 أنا حاليا بلعب الألعاب مش عارف هو المفروض واحد ما يصورش في لعب الألعاب at the same time بنفس الوقت بس أنا هذا الحمال اللي بعمله بعمله حاليا مش مستدقيني صح لاحظ شوي نشوف ايش اللي بلاك شارك 2 بقدم أول شي رح ليك عن التصميم التصميم يعني قريب من تصميم الجهاز الأولاني وفيه حركات وزوايا جميل بصراحة بتعطيك ان الجهاز مش جهاز عادي جهاز مخصص فعلي للألعاب واللون الأخضر قوي جدا بيحكي لك انه أنا جهاز ألعاب الجهاز هيكون من المعدن ومن الزجاج هذا التغيير اللي في التصميم وفيه تغيير مهم جدا انه اللوغو 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 اللي هو الشكل المعبر عن الشركة تبع البلاك شارك صار ملون نفس حركة الريزر انه بتقدر تعطيه ألوان هذا شي حلو دائما حلو ضافوا على هاي شكل بار على الطرف برضه بياخد ألوان RGB ممكن انت تتحكم فيها وبتعطيك شعور متميز بصراحة هل هذا حيفيد بالألعاب طبعا أكيد لا ولكن شكلا حيفيدك أكيد لاللي بحب الشكل فبالنسبة للتصميم جهاز ألعاب مبين انه جهاز ألعاب هذا اللي بهمك نحكي عن الشاشة كانت LCD عملوها أملد وهذا تغيير يشكروا عليه لانه التجربة مع الأملد حتكون الألوان مشبعة أكثر والصورة أحلى أكثر طبعا الشاشة 6 إنش Full HD Plus 18 على 9 التناسق وبتعطينا 402 بيكسل لكل إنش نظام التشغيل حيكون الأولي 8.0 أتمنى أن نرى البي على هذا الجهاز أتمنى ذلك أما المعالج لدينا نفس المعالج اللي كان على البلاك شارك الأولان اللي هو سناب دراجون 845 مع الأدريون 630 عندك تردد أربع أنوية بتردد 2.8 جيجاهيرت ستأخذ أداء خرافي بالنسبة للساعات التخزينية في عنا تغيير وتغيير ممكن يعجب كثير ناس عندنا 128 جيجا بيجي معها 8 جيجا رام أو 6 جيجا رام وفي عنا نسخة 256 جيجا بيجي معها يا جماعة الخير 10 جيجا رام بالنسبة للكاميرا عندنا دول الكاميرا 12 ميجا بيكسل بفتحة 1.8 حجم البيكسل 1.25% مايكرو ميتر أما الثاني فهي 20 ميجا بيكسل بفتحة 1.8 2x زوم والكاميرا الأمامي 20 ميجا بيكسل بفتحة F2.2 أشياء إضافية على هذا الجهاز سيكون لدينا Bluetooth 5.0 سيكون لدينا USB Type C وأكيد لدينا سماعات أمامية ستيريو تعطيك جودة صوت ممتازة وتجربة صوت ممتازة بالذات للألعاب وفي عنا بطارية 4000 ميلي أمبير وهذه البطارية بيجي معها شحن سريع 18 واط هذا الجهاز معروض بسعر حوالي 500 دولار ريزر عرضوا جهازهم بسعر 800 دولار الفرق إنه الشاشة بالريزر بالريزر 2 سيكون عندها ريفريش ريت 120 هيرتز في الثانية ففعليا ستكون اللعبة كثيرا أسلس من هذا الجهاز هل هذا يبرر 300 دولار زيادة؟ على كل حال أتمنى في المستقبل أقدر أحصل هذا الجهاز وأجربوا بيدي ألعب فيه جيمز عشان نشوف كيف أداؤه يعطيكم ألف عافية بشككم في الفيديو القادم إلى اللقاء موسيقى